يجدر بي في البداية أن أعرب لكم عن بالغ امتناني بهذا الاستقبال الحار الذي حضيتموني به والوفد المرافق لي والذي أتشرف فيه بتبليغكم تحيات كافة عضاء الجيش الوطني الشعبي لنظرائهم في القوات المسلحة السعودية كما نتمنى بأن تسفر هذه الزيارة عن النتائج المرغوبة خدمة لتعاوننا العسكر الثنائي وتقاربنا الأخوي هذا التقارب الذي عكسته العديد من الزيارات واللقاءات الرسمية الرفيعة المتبادلة بين جيشينا حيث كان آخرها لقاءنا الأخير بريو دو جانيرو بالبرازيل شهر أفريل 2023 على هامش معرض الدفاع والأمن وإذا تقدم لسياداتكم بتشكراتنا الخالصة على الدعوة التي شرفتمون بها لحضور فعالية الطبعة الثانية للمعرض العالمي للدفاع بالرياض الذي نتمنى أن تكلل فعاليته بالنجاح والتوفيق فإننا أؤكد لكم عن عزمنا القوي على بذل كل الجهود الممكنة من أجل ضبط المحاور الأساسية والمتكاملة المؤدية إلى بلورة استراتيجية عملنا المشترك وتوضيح كيفيات تحقيق أهدافها لفائدة ومصلحة الجيشين يمكنني القول في الختام أنني على يقين بأن هذا اللقاء الأخوي الذي يجمعنا اليوم ستكون له نتائج حميدة على مستقبل علاقاتنا العسكرية الثنائية بما يتوافق مع الإرادة الطموحة والصادقة لقائدي البلدين